في جانب آخر أفادت صحيفة Wall Street Journal الأمريكية أن البنتاجون قلق من اجتياح بري إسرائيلي في لبنان نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية تحذيره من احتمال خروج الأمور بين لبنان وإسرائيل عن السيطرة Wall Street Journal أضافت نقلا عن مسؤولين في البنتاجون قولهم إن إسرائيل قد تقوم بعملية برية سريعة في لبنان ولكن دون تحريك قوات كبيرة وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاجون يعمل على خطة إجلاء نحو خمسين ألف أمريكي من لبنان إلى قبرص أشارت الصحيفة إلى أن البنتاجون قد تقوم بعملية برية سيطرة أشارت الصحيفة إلى أن البنتاجون قد تقوم بعملية برية سيطرة عشر من سبتمبر كما بعده وذلك في سياق تطور الأحداث بين إسرائيل وحزب الله منذ أكثر من عشرة أشهر ما شهده لبنان من ألاف الانفجارات في أجهزة اتصال يحملها عناصر حزب الله المعروفة بالبيجر التي نسبت المسئولية أو نسبت المسئولية عنها لإسرائيل يغير بالضرورة قواعد الاشتباك غير المعلنة أو تلك المكتوبة بين الطرفين آلاف الانفجارات وقعت يوم الثلاثة في أجهزة البيجرز في ذات التوقيت مما أسفر عن وقوع قتلى وألاف الجرحة في حدث استخباري وصف إلى حد كبير بأنه غير اعتيادي وعلى مستوى العالم في اليوم التالي وقعت الموجة الثانية من الانفجارات التي استهدفت أيضا أجهزة البيجر واللاسلكي وأصفرت كذلك عن وقوع قتلى وعشرات الجرحة لا سيما أيضا اندلاع الحرائق جرت العادة أن لا يعلق المسؤولون الإسرائيليون علنا على مثل هذه الوقائع الاستخباراتية لكن اللافت هنا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينمين نتنياهو خرج بعد وقت قصير من موجة الانفجارات الثانية ليؤكد أن إسرائيل ستضمن عودة عشرات الألاف من سكان مناطق الحدود الشمالية إلى ديارهم بحسب ما قال تبعا لذلك أو تبع ذلك بيان مهم من وزير دفاعه يو أفغالانت عقب جولته في قاعدة رامات ديفيد التابعة للقوات الجوية في الشمال وقال فيه إن إسرائيل تبدأ مرحلة جديدة في الحرب عبر نقل مركز الثقل إلى الشمال من خلال تحويل الموارد والقوات وقد بات واضحا كما يؤكد المراقبون أن إسرائيل وقد استلمت زمام المبادرة في الجبهة الشمالية لا تريد فقط ضمان عودة سكان الشمال وإنما تريد أيضا إبعاد خطر حزب الله عن حدودها الشمالية وبذلك بشكل نهائي حتى وإن تطلب ذلك خوض حرب واسعة وطويلة في سياق كل هذه الأحداث المتسارعة بين الطرفين أفادت الهيئة السبرانية الإسرائيلية أن ألاف المواطنين الإسرائيليين تلقوا خلال الليل رسائل تهديد وضغط تحتوي على روابط ضر ومنها ما يشمل تهديدات بالقتل وذلك في حال عدم مغادرة متلقي الرسالة لإسرائيل معي مباشرة الآن من باريس المحلل العسكري والاستراتيجي عبد الناصر العيد أهلا ومرحبا بحضرتك سيد عبد الناصر على شاشة الحدث من يتابع التصريحات الإسرائيلية يجد أن الاهتمام أصبح بشكل مركز ومكثف على موضوع الإسرائيليين في منطقة الشمال خرج نتنياهو بتصريحات يقول أنه سوف يعيد هؤلاء لمناطق سكانهم هل يستطيع أن يضمن ذلك؟ هل هي خطوة حقيقية بالفعل لكي يجذر ويجسد ذلك بسبب الحادثة الأمنية الموسعة المتزامنة بتفجير أجهزات الاتصالات؟ الحارة الأمنية التي ذكرتها حضرتك هي جزء من صراع فضل يجري بين إسرائيل وحزب الله ومن خلفها إيران طبعا وبقية المحور هذا الصراع يتضمن عملية تفاوض نحن لا نعرف كل شيء نحن نسمع عن الأحداث عندما تتفجر عندما يكون خروجها إلى العلن إجباريا واضطراريا كما حدث بمسألة وصول مئات الجرحة إلى المشافي لكننا مثلا نحن لا نعرف ما الذي دعا حزب الله والحرص الثوري الإيراني إلى استبدال منظومته التي تعمل على الانترنت يعني الاتصالات على الانترنت استبدالها بالبيجر بالتأكيد كان هناك ضربات موجعة وما إلى ذلك هذه العملية التي تجري في الظل يبدو أنها كما قلت تضمن عملية تفاوض على انسحاب حزب الله إلى منطقة معينة وعودة سكان شمال إسرائيل شمال فلسطين هذا ما تشي به التصريحات المتتالية أن هناك عملية تفاوض عملية الردع لأنجاح عملية هذه التفاوض جزء منها العملية البيجر وجزء منها العمليات التي سبقتها وكلها ما نعرف فيها ولكن هي بتأكيد بالسياق العام يعني هي التي أدت إذا سمحت لي هنا هل ما جرى يعكس رسالة ردع أم هي مؤشر قوي لتصعيد عنيف من حزب الله الآن لا يوجد لا يوجد إمكانية لتصعيد من حزب الله حزب الله منهك تم استنزافه بشكل كبير جدا يعني نحن نتحدث عن خروج الآلاف من مقاتليه من العمل ليس فقط في ضربة البيجر لكن في ضربات السابقة اليومية التي كانت تحصل يستهدف قيادات وعناصر وأسلحة ومخازن لا يمكن للحزب أن يشن حرب لكنه بالتأكيد يستطيع أن يتصدى لحرب يعني هذه مسألة واضحة حزب الله يتمتع بنقطة قوة هي أنه ربط مصير الجماعة الشيعية أو الطائفة الشيعية في لبنان بمصيره بشكل وجودي يعني فيصبح يعني القضاء عليهم يعني مسألة نوعا ما صعبة لكن بالتأكيد يمكن استهدافه وهو في حالة ضعف ولا يمكنه أن يهاجم لا يمكنه أن يمبادر الآن زمام المبادرة بشكل واضح وجلي بيد الإسرائيليين وكما قلت يعني بحرب الضل اللي متفوق فيها إسرائيل بمسافات كبيرة جدا واضح أنه هناك يعني تفوق وأحراز لتقدم كبير على أساس هذا التقدم اللي تحرزه إسرائيل تقوم بمفاوضات في طرف آخر لإبرامة اتفاق أو صفة ما الذي يؤشر أستاذ عبد الناصر هنا إلى أن حزب الله ورغم استهداف القيادات ورغم استهداف عناصره أو غير قادر حتى على شن بحرب يعني ما هي التقارير أو هل وصلت إلى جنابك أي التقارير تؤشر إلى أن منظومة العسكرية بالفعل قد تأثرت يعني هي لا تحتاج إلى تقارير أو المعلومات بالعموم هي تظل تقديرية بمثل هذه الظروف كما قلت أننا نحن نحكي عن حرب استخباراتها بالدرجة الأولى حرب ظل لا نعرف الكثير من العلومات لكن نعرف نحن منذ زمن طويل لأن العناصر الفاعلين بحزب الله لا يتجاوز عددهم 20 ألف يعني هناك في 20 ألف شخص مقاتل بالفعل يعني هناك منظومة كبيرة يمكن أن تصل إلى 100 ألف من المتعاونين هذه العشرين ألف تحرضت بالفترة الماضية إلى خروج ما لا يقل عن 500 شخصية من قيادات الصف الأول والثاني اغتيالات هذه أصبحت كمان شغلة معروفة ومؤخرا بين يعني الثلاثة آلاف إلى أربع آلاف خرجوا بضربة البيجر إضافة إلى تدمير المستودعات والأسلحة والإمكانيات الصاروخية والضربة الاستباقية التي عرفناها من يعني كمان أعلن عنها من فترة ما بالعموم ردود فعله بشكل عام تشي بحالة ضعف شديدة كما ذكرت منذ قليل السياق الذي أدى أن الحزب يبدل كل أجهزة الاتصالات والسيطرة بأجهزة البيجر تدل أنه وصل إلى مرحلة لم يعد يستطيع استخدام الهاتف نهائيا وبالتالي هذا يعني يضعف منظومة القيادة والسيطرة وعندما يخسر الآن أيضا منظومة البيجر يعني هو يصبح بلا أي قدرات على توجيه مقاتليها أو شن عمليات لأن الاتصالات جزء أساسي عصب لأي معركة طيب أيضا دعني أسأل بالوقت المتبقي إذا سمحت الآن هل يمكن لحزب الله أن يتجاوز مسألة تحدي الاتصالات بسبب ما حدث من اختراق وبالتالي يتواصل بطريقة أخرى بما يجعله قادر على المواجهة يعني بتصور أنه مضطر بالفترة القادمة يرجع للتواصل بالوسائل اللي كانت مخترقة سابقا اللي هي الاتصالات الخليوية والإنترنت ويرجع لنفس المعضلة يعني مشكلته مركبة هو بهذا الصراع من هذا النوع هو خاسر بالتأكيد يعني لا يمكنه أن يربح يمكنه أن يرمم الألشياء قليلا يعني لكن لا يمكنه أن يتقدم خاصة أنه يعني انحكى أنه في صفقة البيجر كانت مخترقة وتم زرع بالأمس يعني تم تفجير أجهزة ثانية وبالتالي يعني يصبح لديه شك في كامل منظومته منظومة السيطرة والقيادة اللي بنسميها بالعسكري هي يعني شيء أساسي كما قلت هي جوهر العملية العسكرية بدون هذه القدرة على السيطرة والقيادة لا يصبح كل الأسلحة وكل المقاتلين بلا فائدة بلا نفع حاليا لن يمكنه بسهولة أن يتجاوز الضربة اللي يتلقاها بأنه يكشوف يعني منظومة الاتصالات الراديوية القصيرة اللي اعتمدها وبالتالي سيعود إلى المنظومة الأصلي اللي هو أساسا عمل المنظومة الجديدة ليتحاشى العمل عليه لأنه كانت مخترقة وأدت إلى اغتيالات هائلة ولتدمير العديد من مستودعاته وأسلحته إذن من العاصمة الفرنسية المحلل العسكري والاستراتيجي عبد الناصر العايد شكرا جزيزا شكرا جزيزا شكرا جزيزا شكرا جزيزا